اكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على نجاح تجربة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومية ومن أهمها اضطراب التوحد وتعد تجربة دمج هذه الفئة ضمن أمرز التجارب التعليمية الناجحة بمملكة البحرين لتكون من أوائل الدول على المستوى الخليجي والعربي التي تتبنى هذا الاتجاه وقد تزامنت نظرة وزارة التربية والتعليم للتدخل المباكر في توفير مقاعد الدمج لهؤلاء الطلبة مع الخطة الاستراتيجية لها في توافر كافة إمكانيات نجاح التجربة من كوادر تعليمية مؤهلة وصفوف خاصة مصممة بمعايير عالمية وبرامج تربوية تعليمية متطورة ومناسبة